مملكة البحرين أيضا رحبت باتفاق إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد حيث ستسمح بتبادل عدد من الرهائن والمحتجزين من النساء والأطفال وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية كما ثمنت البحرين جهود الوساطة المشتركة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية كما حثت المجتمع الدولي على مضاعفة تلك الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومستدام وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في غزة وإضرورة إحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية